بحثت المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب رشا راغب مع المدير التنفيذي للأكاديمية السلطنية للإدارة بسلطنة عمان دكتور علي بن قاسم اللواتي سبل التعاون المشترك بين المؤسستين والاطلاع على التجربة الفريدة للأكاديمية الوطنية للتدريب وخلال اللقاء عرب المدير التنفيذي للأكاديمية السلطنية عن إعجابه بتمكين خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب مختلفية المناصب القارية بالدولة وبدلاتها على نجاح باهر وفريد لتجربة مصر وإيمان الإرادة السياسية بقدرات الشباب ويعد دكتور اللواتي من أهم خمسين مفكرا في مجال الإدارة العامة والابتكار في العمل الحكومي في العالم